يجمع مصر وقطر تنصيق كبير بشكل مستمر ومتواصل دعما لأواصر العلاقات الاقتصادية بين البلدين وخصوصا في ظل التحديات الاقتصادية الصعبة التي تواجه العالم يعد محور الاقتصاد أحد أهم أوجه العلاقة بين القاهرة والدوحة لما تذخر به مصر من فرص استثمارية واعدة وما تبديه قطر من رغبة مستمرة في زيادة استثمارتها بمصر تحديات اقتصادية صعبة لا تواجه الدول العربية فقط وإنما العالم أجمع بفعل الأزمات العالمية المتلاحقة جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية وغيرها تتطلب تدافر الجهود بين الأشقاء لتجاوز هذا الظرف الصعب وتلك المرحلة الحارقة ومن هذا المنطلق يأتي التنصيق المصري القطري المستمر والمتواصل دعما لأواصر العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والدفع بها قدما إلى مستويات تنعكس على مواطن البلدين الشقيقين محور الاقتصاد يعد أحد أهم أوجه العلاقة بين القاهرة والدوحة لما تظهر به مصر من فرص استثمارية واعدة في المجالات كفة وما تبديه قطر من رغبة مستمرة في زيادة استثماراتها بمصر والتوسع في مشروعاتها وبعد الزيارة المهمة التي قام بها أمير قطر تاميم بن حمد للقاهرة في يونيو الماضي كثف مسؤول البلدين من الزيارات المتبادلة في إطار السعي لتطوير العلاقات الثنائية خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية مع التركيز على كل القطاعات التنموية والتكنولوجية لتحقيق الاستغلال الأمثل لجميع الفرص المتاحة للتعاون بين البلدين وفي إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارية استقبل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية محمد عبد الرحمن الثاني في مارس الماضي حيث تم الاتفاق على مجموعة من الاستثمارات والشركات بين البلدين بإجمالي خمسة مليارات دولار اهتمام كبير توليه قيادة البلدين لملف التعاون الاقتصادي وتعظيم الفرص الاستثمارية المتاحة وتنشيط حركة التبادل التجارية اهتمام وأولوية تأتي عكاسا لعلاقات متميزة تربط البلدين على كافة المستويات ولا تبحث إلا عن كل ما فيه الخير للشعبين الشقيقين